بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية لدولة السيد عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عثر إصابته بفايروس كورونا المستجد وقال الملك المفدى علمنا بنبأ إصابة دولتكم بفايروس كورونا المستجد ونبعث لدولتكم أطيب تمنياتنا بمنفور الصحة والعافية والشفاء العاجل من هذا العارض الصحي وأن لا تروا أي مكروه كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية مماثلة لدولة السيد عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية إثر إصابته بفايروس كورونا المستجد